موسيقى هذا البزار طبعا التلاتين لنشاط الكنيسة في عمان وبتم طمم تحت إدارة جمعية السرين الخيرية والمؤسسات واللجان كلها تلتاب على الجمعية والكنيسة طبعا هذا البزار الحقيقة زي ما انتم شايفين والتواجد جيد وان شاء الله بنجح هذا البزار في ظل الظروف الوبائية اللي بتبر فيها الأردن حاليا طبعا رعينا أمور الدفاع وامور الكمامات والتباعة وقدر الاستطاع للحفاظ على السلامة العامة ونتبنى لهذا البزار النجاح والله زي ما انتم شايفة كلها منتجات بتخص أعياد الميلاد يعني أعمال يدوية أشجار الزينة الطابات الأشياء التمثيل بعدين فيه عندنا منتجات بيتية أكل طبعا هالبازار المؤسسات كنيسة مار أفرام هون بالصوفية دائما عودتنا أنه تعمل البازار قبل عيد الميلاد تحضرا لعيد الميلاد بهجة العيد هالأمور اللي بتجيب البهجة دائما لكل بيت مسيحي يعني أو اللي بيحتفلوا دائما بعيد الميلاد وهذا هو السنة نقدر نقول الثلاثون يعني مستمرين دائما من نجاح لنجاح ومستمرين دائما بهالبازار يعني صار يعني مثل شيء مهم حدث مهم لهالكنيسة دائما تحتفل بهالبازار نحن طبعا عنا الجمعية الخيرية جمعية دمار أفرام الخيرية هون بالصوفية نحن دائما بيطلع قسم من هالبازار يعني للعائلات المتعففة المحتاجة يعني فعم نشوف أنه على قدر المستطاع أنه نسد شوي ولو لبعض العائلات أنه نساعدها يعني نحن دائما نكون زي كل السنوات على أهب الاستعداد على ترتيب وتنظيم وحماية أمن لكنيسة هاد أول إشي وبعدين منزين القاعات زي ما انتوا شايفين هون والساحات الخارجية كلها وتدريبات وعزف الفرقة المستئية نحن أعضاء سيدات نشتغل بمجال أشغال يدوية كروشية تطريز كلها أعمال يدوية من شغل الستات كلنا مع بعض نحب نعمل أشياءات للخير ندعم الكنيسة وندعم أي حدا محتاج ومبسوطين لأنه صلنا سنتين ما عملنا هالبازار بتمنى أنه يكون بداية خير للسنة الجديدة ترجمة نانسي قنقر